ومازال سولوشار مستمر Clark المباريات دي بتلعب على تفصيلات بسيطة جدا وهي اللي بتفرق مدرب من مدرب التفصيلات البسيطة دي اللي انا لو اهتميت بها في مباريات معينة حلاقي نفسي قادر ان انا اقرب من المباراة دي الى بر السلامة والى النتيجة اللي انا عايزة وده اللي اعملو جوارديولا وما عملوش الناحية التانية اولي جولنر سولشاير بس احنا يهمنا الجانب بتاع اولي جولنر سولشاير ببساطة كده لو اي مدرب في العالم عنده بربع جنيه تدريب عنده بربع جنيه تدريب لما هيجي يحط خطة اصاد منشستر سيتي المتوقع والغالب مهما كنت انت مين في الغالب ان انت حتلعب مدافع وده شيء كان متوقع ان انت تلعب على المدافع وعلى الهجمات المرتدة اصاد سيتي ده شيء كان متوقع وما فيوش اي شيء وانا مش ميت دايق من ان يستخدمه اولي جولنر سولشاير لكن ببساطة كده في وقت من الاوقات لو انت بتفكر في المباراة في وقت من الاوقات انت حتقدر تقطع بكورة او اني لو انت معتبر ان الفريق بتاعك مش هيقدر يقطع الكورة من السيتي وان السيتي بسم الله ما شاء الله تنين مجنح ما حدش بيعرف يقطع منه الكورة فبالتأكيد لعبته لما هتيجي تهدد المرمى بتاعك مرة الكورة هتقلش منه تطلع برا مرة الكورة مش هتيجي زي ما هو عايز مرة الكورة في ميز باس تروح لك او تطلع قوت يعني في وقت من الاوقات في المباراة هتديلك الكورة هتديلك الكورة طيب ما سألتش نفسك هو انا لما تجيلي الكورة اعمل بيها ايه لما تيجي تبص على المباراة لا انت لما بتوصلك الكورة انت فعليا مش عارف تعمل ايه انت مش محدد ايه الهدف بتاعك لما تجيلك الكورة هو لا حيجري لاعب هنا وارمهاله ولا حيجري في المساحة دي ولا مين اللي حيجري ولا حباص ازاي ولا حطلع بالكورة ازاي لو تفتكر في مطش ليفربول قلتلك بص على فرق ما بين اتنين مدربين ما بين كلوب وما بين سلوشاير كلوب شاف ان هو يقدر ياخد الكورة الطويلة من لاعبي منشستر رونيتد او يقدر ياخد الكورة التانية اللي راجع من الدفاع فبالتالي لعب الكورات الطويلة وبسبب ان فيه عنده مشاكل في خط النص مع الضغط عليهم في بعض الاحيان بيغلطوا فقال لك ان ابعد عن السكة دي ابعد عن السكة دي معلش اسف ابعد عن السكة دي خالص ولعب الكورات الطويلة اللي بالنسبالي مأمناني وكان ناجح في الاسلوب ده لكن الناحية التانية اقولي ان ارسول شارم وصر ان هو يطلع بالكورة من تحت الفوق ونبتدي بقى نحضر ونطلع له قدام ومعرفش ايه على الرغم من ان انت تحت اي ضغط بيوقع عليك لعبتك ما بتقدرش تخرج بالكورة وده نفس الشيء اللي حصل للنهاردة السيتي بيطلع بالكورة عادي جدا ليه بقى رياحية ليه لان ما فيش اي ضغط واقع عليهم من منشستر رونيتد اللعيبة بتبصوا بتتفرج جندو جانب ينزل من خط النص يستلم رودري يطلع يجري لقدام وياخد الكورة في نص المرعب ويبتدي هجمة وعادي ويستلم وما فيش اي مشاكل تلاقي ان في بساكة متقدم شوية وشو متقدم شوية وتتلعب الكورة في المساحة اللي وراهم ومعرفش ليه انت طالما بتلعب دفاع وبخماسي بتقدمهم ليه عايز تعمل ايه بتلعب بخط دفاع متقدم لقدام ليه فتلاقي ان الكورة تلعب من وراهم عادي وفارق سرعة بقى يالله بينا نشوف مين فينا بيعرف يجري احسن من التاني وبالتالي هتلاقي اكيد المستعد للجري اللي هو وشه ناحية مرماك الراجل اللي هو عارف ان الكورة هتلعب في المساحة دي ويجري اصرع من واحد لسه حيلف بقى وياخد سرعته وينطلق لان ده جاي بسرعته على طول مباشرة فتلاقي ان فريق مانشستر سيتي عارف يطلع بالكورة بسلاسة ليه لان مفيش اي مشاكل بالنسبة له مع مانشستر رونيتد مانشستر رونيتد مش عايز يعمل اي حاجة غير انه يتفرج الناحية التانية بقى تطقطع الكورة بالنسبة لمنشستر رونيتد المفترض ان انت بقى تحول الى الهجمة المرتدة استغل اندفاع الستي اضرب الخطوط بالباسات الطويلة والجري في المساحات اللي موجودة بالنسبة للستي لو انت درست السيتي اصلا وعرفت فين المساحات دي بتتوجد وبالذات خلف كنسلو هتلاقي المساحات دي بتتوجد لانه بيتقدم كتير لكن لا احنا عايزين بقى ايه نباصي من رجل للرجل ونطلع من تحت وهوبا تيكي تاكا ويلا بينا نطلع نهجم عليهم فبالتالي تلاقي ان فيه لاعب تم الضغط عليه لان السيتي على طول اول ما بيفقد الكورة بيضغط عليك فبالتالي لاعب يضغط عليه فهيعمل ايه انا عند منطقة جزائي اخسر الكورة هنا ويبقى يدخل فيه هدف لأ طبع اروح رامج كورة طويلة فبالتالي تتريم الكورة طويلة فبالتالي تلاقي نفسك ان اللي بياخد الكورة هو لاعب السيتي وبيكمله الهجمة عليك تاني ده اول حاجة ان انت ما كنتش عارف تعمل ايه بالكورة اصلا انت مش محضر تعمل ايه بالكورة لما اخد الكورة من اللاعب السيتي هعمل ايه الحاجة التانية بقى طب سيبنا متضغط قدام وضغط المهاجمين قدام بس ده ان راجع له في نقطة تانية بعد كده خلينا نتكلم في نقطة تانية في اول خمسة وعشرين دقيقة بالذات بص العدد الكورات اللي تلاعبت من السيتي على حدود منطقة الجزاء ومعلى الرغم ان انت بتلعب بثلاث مدافعين بتلاقي اني لاعب السيتي بيستلموها بكل اريحية وبتروح لهم بكل اريحية وده راجع لان انت برضو مش مكلم الدفاع بتاعك انه في حالة لما نرجع لورا يا بابا ويتقدم السيتي لما تيجي تتلعب الكورة هنا اضغط الكورة اللي ما بين خط النص وخط الدفاع خط الدفاع انتو سلاسي وهم ما عندهمش حتى مهاجم وحيد يكون مزروع كده زرع بصل في النص كده يدايق التلات لحيبة دول لا هم معتمدين على المهاجم الوهمي فاول ما حد يجي لك جنبك يا عم مجوار اضغط له قدام عليه عشان ما يقدرش يستلم الكورة بكل اريحية ويلف بقى ويبقى مواجه للمرمى ويقدر يسدد اضغط يعمل لونجولوف اضغط يعمل باية لا بتلاقي اللعيبة بتستلم بكل اريحية وما فيش اي مشاكل دي تاني حاجة تالت حاجة ودي بالنسبة للسيتي بقى وقلناها قبل كده لما يبقى قدامك دفاع متكتل وفريق فاكر ان هو الكترة بتغلب ان انا ارمي لعيبة كتير في منطقة الجزاء يبقى تمام كده محدش هيعرف يعمل لي اي حاجة لا يا بابا هو الدفاع منظومة مش الدفاع ان انا ارمي لعيبة وبس فلما يبقى في فريق زي كده وكويس جدا الفريق ده او جيد في التعامل مع الكرات الهوائية اكتر كرات تدايق وهي الكرات العرضية الارضية او النص مرتفعة لانها ممكن تحصل فيها القلشة ممكن تحصل فيها اني ميقدرش المدافع يخرجها بالشكل المطلوب وشوفنا كرتين واحدة باية جابها في نفسه بسبب كده واحدة لاندلوف كان هيجيبها في نفسه لولا دي خير لكن احنا طبعا ما عندناش ان انت تدافع عالجنبين عشان انا ما يحصلش فيه الكلام ده لأ مافيش ما عنديش الموضوع ده حاجة تاني اسلوبك الهجومي هو ايه الاسلوب الهجومي اللي كان متبع بالنسبة للمانشستر رونايتل هو انت ايه كنت عايز من المباراة فيه هجمة كانت في الدقيقة 25 بالزبط مش الكرة اللي خادها رونالدو اللي تلعبت عرضية لرونالدو من شوف خادها فرسطايم واني عمنا جرين وود لو كان حد خبرة ما كان وكان ممكن يعرف يخلصها ويخش لكن انا هعتبر ان الكرة جاية سريعة وجرين وود يعني ما توقعهاش كويس ودي مش مشكلة للدرجة ولكن المشكلة كان فيه كرة راجعة بالنسبة لأي ايدرسون وجرى عليه رونالدو عشان يحاول ان هو يضغط عليه ويحاول ان هو يغلطه على الرغم من تواجد لعبين برا منطقة الجزاء بالنسبة لمنشستر يونايتد وصد منطقة جزاء السيتي لكن اللاعبين ما خادوش اي تعبير اساسا بالضغط ناحية اي لعب من لعب السيتي فبالتالي ايدرسون على الرغم من انه لو كان في ضغط كان حيعتبر انه هو اخطأ في الكرة دي لان لو كان في ضغط اعتقد ان هو كان حيقدر يستخلصها لعب اليونالدو اللي موجدين على منطقة الجزاء كويس جدا من لعب دفاع السيتي او يقدروا يقطعوها حتى قبل ما توصلهم لكن عشان ما كانش فيه اكشن اصلا في الموضوع ده وكل واحد بتفرج على رونالدو يا سلام ستة وتلاتين سنة وبيجري يا جدعان ويظهر على حارس المرمى ايه ده ايه العظمة دي يا رونالدو ده اللي بس بالضبط اللي كان بيفكر فيه لعب اليونالدو ساعتها فبالتالي الكرة طلعت بسهولة جدا على الرغم من ان درونالدو كان قريب من انه يطاعها من ادرسون فانت كمدرب محضرت السيناريو للمباراة محطتش سيناريو هو انا لما الكرة تبقى معايا اعمل ايه محطتش سيناريو هو الكرة لما تبقى مع السيتي اعمل ايه واضغط ازاي محطتش 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 كل اللي كنت بتفكر فيه ان هو شيل يا باشا واحد من الدفاع ونرجع الاربعة اتنين تلاتة واحد بتاعتنا اللي احنا عارفينها وعارفانا واحنا عارف نتعامل مع السيتي لا جيرين وود مش نافع نزل مكانه ماركوس راشفورد ونزل لي روح ارميلي الناحية التانية صنشو ارميه على اليمين وخلي راشفورد على الشمال وتمام وتبديل مراكز بمراكز هو ده اللي هينفع قلتلك قبل كده لا كان عندك مشاكل اهم من ان انت تعمل كده تغيير الطريقة ما غيرش في الادوار شيء من خمسة تلاتة اتنين الى اربعة اتنين تلاتة واحد ما غيرش في الادوار شيء كتير هي هي نفس الادوار ولكن كان المفترر ان انت يبقى في عندك ضغط على لاعب السيتي ما تسيبهمش ان هما بيستلموا بكل الاريحية دي ما تسيبهمش ان هما بيوصلوا للتلت الهجومي او التلت الدفاعي بتاعت بدون اي اكشان بص الناحية التانية على لاعب السيتي الارتداد الدفاعي بتاع لاعبي السيتي اسرع من تحولك الهجوم اول ما بتقطع منهم الكرة بتلاقي فيه تلات لعيبة اقرب تلات لعيبة لللاعب على طول اضغط عليه مباشرة حاول تغلطه ما يطلحش بالكرة فبالتالي اللاعب بيلاقي فيه تلاتة ضغطين عليه بيبقى التفكير بيدور هو فين ان انا اباصي مفيش لاني مفيش لعيبة واخده تعليمات احنا هنعمل في الهجمة المرتدة ايه الهجمة المرتدة بالنسبة لنا ان فيه حد هيجري نستنى حد يجري بقى نرميله الكرة وخلاص كده خلصة المهمة بتاعتنا لكن ازاي نجري؟ لا مفيش ازاي نعمل الهجمة المرتدة؟ ما هي الهجمة المرتدة برضو فن مش الهجمة المرتدة اللهم ارميل لعيبة كده واللي يجري يجري واللي فيه حل يجري ونرميله الكرة وخلاص ده لازم ابقى محدد وانا لما هتقطع مين اللاعبة اللي تبتدي تتحرك اول ما الكرة تتقطع وتبتدي تتحرك فين؟ كل دي حاجات لازم احددها انا كمدير فن طبعا انا عارف ان الهزيمة دي مش هتقيل اولي جولنر سلشارك عشان خلينا نبقى واضحين دي مش هتقيل اولي جولنر سلشارك انت الخمسة اقلته يا رجل دول اتنين مش خمسة ده المفروض اللي يخزوا هم منشستر سيتي جايبين اتنين بس ده احنا كده احنا الفايزين ده منشستر ونايتد هو اللي فيز اتنين بس يا رجل عب عليك اخزق غيرك جاب خمسة وما اقلهوش هيقوله عشان اتنين بتوعت صعب دي لسا 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 احنا انا يعني انا تقريبا كده اقولك ايه انا يعني خلاص هشتاج قولي اول ده لا انا انا كرفتله خالص انا هتبنى هشتاج قولي اين لحد لما ايه نخلص المشروع بتاعنا ونعرف المشروع ده عارس على فين لان انا عايز اعرف نهاية المشروع ده ايه انهاي المتوقعة اللي انتم مستنينها النهاية المتوقعة التي تجعل ادوارد يساند اولي جولنر سلشير ويدعمه تجعل أليكسي فرجسون يدعم اولي جولنر سلشير تجعل اللعبة القدامة يتهموا اللعبة الحالية انهم فيهم المشاكل مش في اولي جولنر سلشير جاري نيفل الناس طلعت لك اخيرا جاري نيفل بينتقد اولي جولنر سلشير طالع بيقول سانشو خلي بالك انت يعني لو مدتش يبقى واتدربت كويس كده وحلو هتبقى زي فاند بيك رد عليه الرؤيكين قال له يبقى زي فاند بيك يعني هو ايه اللي عمله سانشو تدريب بيتدرب الراجل وتمام ومتفل ومقصرش مشاكل ان هو ما بيلعبش المشكلة في المدرب مش المشكلة في الانت حتى لو في التدريب ما بيدوش في المشكلة في المدرب ما هو مين اللي بيدربهم هو انا اللي بيدربهم بجد انا كده لو يدوني دور في منشستر رونايتد اول قرار هاخدوه اليكسي فيرجسون اقعد في بيتكم ممنوع من دخول منشستر رونايتد بتدعمه على ايه معلش ولا مؤخذة بتدعمه على ايه يعني انا فاهم ان ايد ويدورد هو المشروع بتاعه اول مشروع مدرب يعني بالنسبة لمنشستر رونايتد هو اولي جولن رسول شاير فاهم ان الادارة حطاها كبش فدى انت بتدعمه على ايه انت قدت حتموت مننا بمباراة لفربو لو جي السادس كنا ممكن نقرى عليك الفتحة ياخي خليت جنب الولية اللي خليتك تسيب التدريب وقلت عشان مراتي ومش مراتي ومش عارفين خليت جنبه بلا ادعم بلا مدعم مش عايز تحضر مباريات على عيننا وراسنا من فوق والله بس ملكش دعو ولا تدعم ولا تتنايل ولا ابني بلا مش ابني ما هو لو ابنك كنت انت وابنك اختشته على اللي بيحصل في البيت نفسه لكن طالما انتو مش مختاشين على البيت ان هو ايه اللي بيحصل فيه يبقى انا خاف عليكم ازاي سواء انت ولا ابنك المصيبة مش في الهزيمة بالنسبة لي قصاد الستي ولا قصاد حتى ليفربول ولا ان احنا تهزمنا 5-0 قصاد ليفربول ولا ان احنا تهزمنا 2-0 قصاد الستي ولا ان دي اخر هزيمة حناخدها على الالترافق المصيبة في الاسلوب ذات نفسه مفيش اسلوب مفيش اداء الاخطاء هي هي ويقول لك احنا على الطريق الصحيح الطريق الصحيح اللي احنا عليه الاخطاء مستمرة هي هي بل انت بتزيد الطين بل لو بتضيف عليها اخطاء تانية اخطاء مكررة ردة الفعل لا يوجد ردة فعل كل اللي بيحصل ان لما يتم ضغطك ويقول لك احنا حنمشيك المطش الجاي بقى اها لو ما عملتش لديك حنمشيك المطش الجاي فبالتالي تعصر دماغك انت والناس اللي معاك حنقاف على القرشين يا جدعان اللي احنا بناخدهم منهم حيطيروا مننا مش هنلاقهم في اي حتة تانية مين حيدينا الفلوس دي حدش محدش حدينا الفلوس دي فاحنا نحصر دماغنا نحاول نطلع بحاجة من المطش ده اللي هو المطش اللي احنا مضغطين فيه اللاعبه تلاقي ان هي متجوبة معاك والله انا بدل ما يجيني كنتي يقعد يزعق فيه وانا زعق فيه ويقعد يلزمني بتدريبات ومش تدريبات ده انا ميت فل انا باجي النادي اقعد اشرب العصير بتاعي وميت فلوس اقول اتدربت وامشي وتمام مفيش اي مشاكل بالنسبة لي فاضغط نفسي شوية في المطس ده ما احنا عارفين ان الادارة حدسبنا بعد كده ومش هتكلمنا اوه ما نعمل نتيجة كويسة جدا وبس يا سيد دي قصة مدرب مش لاقي قد اي حد يقوله تلت التلاتة كامل ولما بنقوله تلت التلاتة كامل راجل بيطلع ومشى حلوة وتمام مميت فل وبنسكت ويا دار ما دخل اكشار ايه يعني ايه لما انتزم الليفربول خمسة ايه يعني لما انتزم الستي اتنين ولا شيء احنا كان اصلا في دماغنا ان احنا نجيب الدوري لا احنا كل اللي بنبص عليه وهي دي يمكن سبب واهم سبب بالنسبة بالنسبة لي يعني بتعمله الادارة في ان ان احنا بس بنبص للمركز الرابع ما بنبصش اكتر من المركز الرابع ايه فرق باننا ما بين المركز الرابع المؤهل لدورة ابطال اوروبا ايه يا بشاء احنا فرق باننا تلات نقاط دلوقتي حالين ممكن لو فاز يبقى ست مالحوقة لسه معنا اشوف كم اسبوع معنا سبعة وعشرين اسبوع نجيب في يوم الست نقاط دولة مالما نجيبه بشه هو هو استهم هيقعد يستمر هنا لا واستهم هيخسر نقاطه ويمسي ودي كل القصة ببساطة شديدة جدا فعشان كده ما تتوقعش ان يقول لنا رسولي شاير ممكن يمشي الحل الوحيدة اللي كان ممكن يقول لنا رسولي شاير اشوف ان هو يمشي فيها لو بوكوتين يطردوه من بريستان جرمان عشان بوكوتيني وراجل بيسمع الكلاب فيجبوه على طول لكن كنتي الراجل اللي حيتشرط علينا اللي رح تتنهم ما ينفعش معنا ولا زيدان اللي حنقول له العب لنا بربع جنيه حيقول لنا هتولي بنص جنيه لعيبة ومحدش اتدخل معايا ونعمل اللي انا عايزه ما ينفعوش معايا فبالتالي ما تحطش امال كبيرة ان الهزيمة دي تمشي الراجل ده واشوفكم بأتم حال وأتم صحة وفي ظروف احسن ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته